رمضان أهلاً مرحباً رمضان مرحباً رمضان عدنا لحضراتكم مع الهدي الأخير من هديه صلى الله عليه وسلم في أحكام الصيام مع الفصل الأخير في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفاً على جميعته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثاً ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى ويقطعه أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه اختضت رحمة العزيز الرحيم بعباده عن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى ولا يضره ولا يقطعه عن مصالح العاجلة والآجلة وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجميعته عليه والخلوه به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه حيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فاستولي عليه بدلها ويصير الهم به كله والخطرات كلها بذكره والفكرة في تحصيل مراضيه وما يقرب منه فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم فرعى الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مخترا قط بل قد قالت عائشة لاعتكاف إلا بصوم رمضان أهلا مرحبا رمضان مرحبا رمضان ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وأما الكلام في أنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه فلنذكر هديه في اعتكافه هنا صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وتركه مرة فقضاه في شوال واعتكف مرة في العشر الأواخر ثم الأوسط ثم العشرة الأخيرة يلتمس ليلة القدر ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكافه حتى لاحق بربه عز وجل وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبئة فأمر بخبائه فقود وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شهر شوال وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة فلما كان ذلك العام أعرضه به مرتين وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة فأعرض عليه تلك السنة مرتين وكان إذا اعتكف فدخل قبته وحده وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان وكان يخرج رأسه الشريف من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض وكان بعض أزواجه تزوره وهو معتكف فإذا قام تذهب قام معها يوصلها يقبلها وكان ليلا ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها وكان إذا اعتكف ترح له فراشه ووضع له سرير في معتكفه وكان إذا خرج لحاجة مر بالمريد وهو على طريقه فلا يعرج له ولا يسأل عنه واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا كان هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلب للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون آخر والله الموفق وبذلك نكون قد انتهينا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رمضان أهلا مرحبا رمضان مرحبا رمضان آهلا 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 شكرا